عبر الأقمص صناعية مباشرة من درعا ينضم لنا مراسل أخبار الآن محمد الحراني محمد دعنا نبدأ معك قبل الحديث عن تطورات الميدانية لهذا اليوم عن موضوع الهدنة يعني الهدنة قيل بأنها بدأت ساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم ولمدة الثمانين وأربعين الساعة على الأرض فعليا هل بدأت دخلت حيث تنفيذ الهدنة؟ نعم قد جاء مساء الخير فعليا دخلت هذه الهدنة ساعة الثانية عشرة ظهر اليوم في حيث التنفيذ في محافظة درعا وجاءت هذه بعد اتفاق ما بين الأطراف الضامنة لأطرافي الصراع في السورية سواء قوات النظام أو فصال المعارضة جاءت هذه الهدنة بطلب من قوات النظام حسب تصريح قياد عسكري في الجبهة الجنوبية أن بعد خسارة النظام لعدد كبير من العتاد والأرواح وفشل في إحراز أي تقدم على أي جبهة في محافظة درعا ولا سيما في حي المنشية وفي مخيم درعا وخاصة بعد استقطاب تعزيزات كبيرة من العاصمة دمشق لجأ إلى الهدنة لتخفيف ولتثبيت قرار وقف اطلاق النار بحسب قائد عسكري في الجبهة الجنوبية اليوم الهدنة دخلت في حيث التنفيذ حتى هذه الساعة لم تشهد أي غارة جوية أو أي قصف الحيادة على البلد ولكن كان صباحا اليوم قبل دخول الهدنة حيث التنفيذ كان صباحا داميا واشتباكات عنيفة بين فصال المعارضة المنظوية تحت المنيان المرصوص وأيضا قوات النظام التي كانت تحاول سحب بعض الأليات التي دمرها الثوار في مخيم درعا وسط جو كثيف من طائرات البراميل المتفجرة أيضا وأيضا صواريخ الفيل لكن في الساعة الثانية عشر وخمسة عشر دقيقة بالضبط دخلت الهدنة حيث التنفيذ وتم إيقاف جميع اطلاق النار من كافة الأطراف حسب مصدر عسكري في الجبهة الجنوبية ذكر أن هذه الهدنة لمدة 48 ساعة وإذ تم الالتزام بوقف اطلاق النار من الطرفين سيتم تمديد هذه الهدنة حسب الأطراف الضامنة في تثبيت وقف اطلاق النار في محافظة درعا من خلال حديثك مع الثوار على الأرض ما الذي يمكن أن يجعلهم لا يلتزموا بهذه الهدنة ما الذي يمكن أن يدفعهم إلى خرق الهدنة من جانبهم قالوا أنهم ملتزمون لكن حالة الخرق هي مترتبة عن ماذا في الاتفاقيات السابقة كما تعلمين خديجة أن النظام كان دائما يسعى إلى خرق هذه الهدنة والاتفاقيات الدولية رغم الضمنات ورغم الأطراف التي تكون ضامنة للطرفين إذ عدنا للوراء قليلا كانت درعا ضمن مناطق تخفيف التصعيد والتوتر في اتفاق أستنى وكان النظام استغل هذا الاتفاق وعمل على خرق الهدنة منذ قرار تخفيف التصعيد في درعا وعلى أثرها الثوار أطلقوا معركة الموت ولا المذلة لمن تقدم قوات النظام إلى حي المنشية الثوار يقولون أننا ملتزمون بأي هدنة نحن ملتزمون بتخفيف التصعيد في جنوب السوري وتقليل من حدة الأوضاع العسكرية والإنسانية في درعا إذا ما النظام ملتزم ولكن هناك قلق واضح من قبل الثوار أن النظام لن يلتزم في هذا الاتفاق وهناك 48 ساعة حتى يتم تمديد أو إلغاء هذا الاتفاق شكرا لك على هذه المعلومات مرسل أخبار الآن محمد الحوراني كنت معنا عبر الأقمى الصناعية مباشرة من درعا شكرا لك